الحوار الوطني شغال زي ما حاتكم عارفين يوم الحد يوم التلات يوم الخميس النهاردة الحوار الوطني يعني بدأ من صباحية ربنا لم تنتهي جلساته أظن حتى الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت القاهرة تقريبا يعني طيب خانوا نسمع سات المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية الحوار الوطني بيرد على ما أثاروا بعض المشاركين في مناقشات لجنة السياحة في الحوار الوطني عن دور الإعلام السياحي نسمع ونكمل الكلام عضاء مجلس الأمناء وأنا منهم من حقهم أنهم يعبروا عن رأيهم أو يعلقوا على بعض الملاحظات اللي ممكن تثور أنا الحقيقة حابب برضو زي ما تفضل صديقي الدكتور عبد الفتاح الجبالي وهو رئيس لمدينة الإنتاج الإعلامي أنا حابب أقول أن أنا الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعارف أن فيه مناقشات أثيرة حول الإعلام السياحي إن إحنا محتاجين مزيد من الإعلام السياحي لكن إحنا لازم نسأل نفسنا سؤال هل الإعلام السياحي أو الترويج لأماكننا السياحية مش موجود؟ طيب ما إحنا عندنا الحفل العالمي الشهير لنقل المميوات هل ده ما كانش تسويق وترويج للسياحة المصرية؟ إحياء طريق الكباش والاتنين كانوا بتشريف السيد الرئيس ده معناه أن رأس الدولة نفسها مهتمة بهذه الموضوعات كثير من المشاهد السياحية موجودة في الأغاني والأفلام والإعلانات ده موجود في حاجة كمان إحنا كلنا منتظرين ومترقبين الافتتاح للجراند ميوزيوم أو المتحف الكبير لكن السؤال أيضاً أن إحنا لازم نسأله لأنفسنا أوليس الإعلام السياحي ده صناعة؟ الصناعة ده معتمدة على صانع ومستهلك الحقيقة أن المنشآت السياحية يجب أيضاً أن تكون شريكاً في ذلك وتبادر هي بأنها تصنع هذا الإعلام وتموز هذا الإعلام علشان تقدر تروج لمنتجتها يعني هي الفكرة وسائل الإعلام يا جماعة برضو لازم نبقى إحنا منصفين هي قناة وسائل الإعلام لا تصنع حدث إنما تكشف عن حدث تروج لحدث تسلط الضوء على حدث لكن في البداية يجب أن يكون هناك حدث أنقله فإنت كراجل مشتغل في السياحة مثلاً عندك مطعم يتميز بموقع سياحي كبير فين الإعلان عن المطعم عن موقع المطعم بالضرورة هيقتضي ده إن أنا أجيب المشاهد السياحية فاللي أنا عاوز أقوله إن إحنا يجب أن نكون متوازنين في رؤيتنا أنا مش عارف هو ليه الطايمر ما اشتغلش لا أنا أنا هقفل لا ما فيش وضع ولا حاجة أعضاء مجلس الأمناء زي يوم زي أي حد يعني فأنا حتى أختم يجب أن نكون متوازنين ومنصفين في نظرتنا وندعو جميع الأطراف المعنية بالسياحة إن هي تعي وتدرك دور الإعلام السياحي وتبادر بتسويق منتجاتها السياحية والإعلام لا يصنع الحدث الإعلام يسلط الضوء ويروج للأحداث والحقيقة أن إحنا بلدنا مليانة يعني زي ما تفضلت الرئيسة وقالت إن المتحف المفتوح والستوديو المفتوح دي كلها موجودة في بلدنا فكان بس هذا الإضاح مرتبط بس بوظفتي اللي أنا أشغلها حاليا كأمين عامل المجلس الأعلى للألام وشكرا جزيلا وأعضاء مجلس الأمناء بيطلبوا الكلمة مرة واحدة بس